من التمس رضا الناس في صخط الله أسخط الله عليه وأسخط عليه الناس يفضل ده حاله الصورة الثالثة من صور الكذب البشعة جدا هي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يعني يذكر حديثة عن رسول الله ويلا على وقع التواصل ويلا ابعت رسالة دي المية علشان يبقى عندك مليون حسنة طب إيه الحديث؟ إنت تأكدت إن الحديث صحيح؟ لا أنا نشرته خلاص هذا كذب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليالجي النار الكذب على رسول الله أمر مش سهل يجي لنا حديث النهاردة على التليفون بتاعنا على الواطسة على المسنجر على الفيس لا أنا المفترض قبل منشر هذا الحديث أتأكد عندنا موقع الدرور السنية عندنا عشرات المواقع تضع عليها الحديث يقولك الحديث صحيح ولا ضعيف فوعث يوم من الأيام تكون ممن ينشرون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه همسة بسيطة وهذه همسة بسيطة في أذن إخواننا من أئمة الأوقاف ودعاة الأوقاف همسة في أذن كل إخواني وأحبابي من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أوعى في يوم من الأيام الحديث الموضوع أو الحديث المجذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طعمه حلو وشكله حلو كده يعني هيلفت أنظار الناس هذا الكلام يغريك أنك تطلع في درس أو في خطبة تجذب على رسول الله وإنت بتتكلم بهذا الحديث الموضوع لا 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 وإنت بتحضر خطبتك تأكد بكل حديث أنت بتقوله وتأكد أن الحديث ده صحيح عشان أنت طالع تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما ننشر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نتأكد علشان ما نكونش في يوم من الأيام إحنا كذبين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث يجي لك على النبي أقف تثبت وبعد كده ارجع بسرعة إذا تثبت وعلمت الحديث صحيح انشره بين الناس حديث ضعيف أو موضوع ابتعد عنه تماما من سؤال الكذب أيضا الكذب المتعلق بالشائعات الأخبار اللي بتنتشر بيننا وبين بعض كانت شار النار في الهشيم في لحظة خبر ينتشر بين الناس وتيجي تتأكد أو تيجي تتبين تيجي تتأكد أو تيجي تتبين تلاقي أنه كله كذب في كذب ودي همسة في أذن كل صحفي وفي أذن كل كاتب اتق الله سبحانه وتعالى فيما تكتب ترجمة نانسي قنقر